بما أنك تحدثت عن مصر تم فصل هذا الصحفي من مجلة كل العرب وكذلك تم اتخاذ إجراء من نقابة الصحفيين بحقه هو اسمه خالد سعد زغلول وصورته تظهر أمامنا على الشاشة هل تعتقد أن هذا الصحفي كان يتوقع هذه الإجراءات التي اتخذ ضده سواء في فرنسا أو في مصر قبل أن يذهب الكن المحتل لا طبعا لم يكن يتوقع لأنه كان يظن بأن الزيارة ستكون سرية وحسب ما فهمنا أنه أبلغ إدارة المجلة بأنه في زيارة عائلية أو إجازة عائلية وحتى الآن بالمناسبة من سبعة صحفيين نحن عرفنا أو يعني انكشف اسم اثنين من الصحفيين فقط أحدهما مصري والآخر لبناني لكن باقي الصحفيين لم تنكشف اسمهم بمعنى أنهم كانوا يقررون أو كانوا يعلمون بأنهم يقومون بعمل مدان والمسألة الثانية أنهم كانوا يعولون على أن هذا العمل المدان سوف لن ينكشف القصة التي يجب أن يفهمها أن إسرائيل تقضح كل المطبعين معها يعني تحدث دائما ينفضحون بواسطة الإعلام الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين والنترياهو قبل أيام يتحدث عن التطبيع وأنه يسير بنشاط مع التوال العربية المسؤولون العرب الذين يهرونون إلى إسرائيل لا يعترفون ولا ينشرون عبر وسائل إعلامهم بأنهم يهرونون نحو إسرائيل نعرف بذلك ونعلم بذلك عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن إسرائيل تفضحهم واحدا تلوى الآخر إسرائيل هي التي تكشف ما يفعلون هم يظنون بأن هذا سوف يظل سرا واليوم لم يعد هناك سر على الشعوب العربية وعلى الشارع العربي أصلا هذه السرية فقط تقنعك أو هي دليل قوي بأن الشارع العربي لا يزال يدين التطبيع بكل أشكال ولا يقبل بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي